السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة ويزين فاميلي اليوم ان شاء الله اذا نشترك معكم سلو خطعت طلت واحد شوية بهذا هو تاني سلو اتشاركت معكم واحد من قبل يعني شوية ببرستيج هذا اللي سلو صحي فيه مكونات عديدة مختلف يعني شوية ميل الزماتة اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله هنا اخديت دقيق ديال الزرع اللي خلطوا يعني النص دقيق زرع والنص ديال الشوفان هنا عندي نس كيلو ديال الزرع يعني القمح الكامل بالنخالة دياله والنصف ديال نس كيلو ديال الشوفان هنا عندي الزرنجلان حتى هو كيلو ديال الزرنجلان اللي مغسول وحمرته في الفران هنا يا عندي نص كيلو ديال يعني زرع ديال الزرع ديال القرعة وزرع ديال نوارد الشمس وهنا عندي اللوز احته هو كيلو هذا اللي بالقشرة وهنا عندي ايلان هذا ديال المغرب تهو مغسول ومحمر هنا عندي الحمص. اه بالنسبة الايلان تستعملت نصف كيلو. الحمصة هو نصف كيلو. وهنا عندي اه شعير كيلو ديال دقيق شعير اللي حمرته في الفرن. وهنا عندي كيلو ديال لوز اللي زولت ليها القشرة دياله. حتى هو محمار غي في الفرن. باش اه وها هنا يا عندي زرعة الكتان. هنا غيشي شوية اخديت غي شوية بصراحة مع برش تقريبا نصف بول. اه تقريبا تقريبا شي ميتين جرام هكدا كله ميتين وخمتين جرام. لان البول كيهز زربعمية جرام يعني زلافة كتها زربعمية جرام. هنا صفية تحنت كل شي كيف كتشوفو معي يعني اه اخديت اه بالنسبة الزنجلان تحنت كيلو كامل. اللوز كذلك تحنت كيلو كامل. اه واللوز اللي مهرمجته هو كيلو قطعته كامل. هنا هذا اللي زده هو الخروب مطحون. اه زدت القرفة المسكة الحرة احتى هي دقيتها مع اه الملحة. هناك نوريكم هنايا هاد عرق السوس ولكن ما استعملتوش لانه بغيت نطحنه. اه ما بغاش يتطحن ليا اني خرج داك شي شوية كبير. داك شي باش ما استعملتوش ما ما طحنتوش. اني ما حصلتش على قدرة. اه يعني اللي ما وريدكمش في المقادر هو القرفة النافع والمسكة الحرة والخروب هما اللي ما وريدكمش لانه كانوا ضيجة موجودين يعني مطحونين. يعني اه يعني طحنتهم قبل لانه هاد السلو هاد اخدلي يومين يومين وانا كان وجد فيه. صافي هنا خلط كل شي بدون ما نزيد يعني زيت ولا ولا شي حاجة غي غي مع بعضو هاد سلو هاد غنخلي شوية اه يعني شوية ما غدش نزيتو بزيف هاد سلو هاد كي ويفكرني في الوليد الله يرحمو كنا كنحضروه كنوجدوه بالخنشة بالخنشة كامل والزرع كنا غي كنحمروه وكن كي يجمع كل شي وكي يديه طحنو وكي يجيبو لنا كنت كنجيبوه معايا وكنت كنعطيه لوليداتي في طربي مع الصباح حتى اطلع لهم في الرأس لانه كي يجي شوية حرش هادا ما تيجيش اه ارطب بزاف بحالي تشاركتو معاكم اه شي تلسة الاسابيع دابا واقيلة ولا اسبوعين نخلي لكم الرابط دياله لابغيتو شي سلو يعني بريستيج لديد بزاف اللي حطرتو لوليدات كملوه ليا في اسبوح ما شاء الله عجبوهم بزاف اه لانه في مكوينة زوينة هنيا غنزيدو اه زيت الزيتون زيت زيتون كشفتو معايا يعني تقريبا استعملت كاس اه صغير ديال العنبات قريبا هنيا هدي لاميلاس ديال يعني ديال قصب السكر هتكون هدي كي ياخدوها بزاف الناس اللي عندهم لانيني اللي عندهم فقر الدم هي كتحلي وفي نفس الوقت يا واحد لمادق شوية يعني بحل غيقليس هادي 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 اللي كتكون فذوك اللي بومبون ديال غيقليس يعني هذوك اللي بومبون بيو دكشي كي يكون فيهم هاد كي يستعملوا هاد هاد ميلاس نواخ وهنا غدا نستعمل العسل العسل كي يبقى على حسب الضوء اه انا ما كان بغيشت حلو بزاف اه لذلك اغنستعمل هاد الكيمية كتشفو معايا تقريبا يعني هاد لوبو قريبا في مئتين وخمسين جرام استعملت اه خليت مقفي واحد شوية صافي وغدا نخلط مزيان صافي ها هو سلو ديالي اوجد اني هاد المرة احترتوا بكمية كبيرة وان شاء الله غنبقى ناخده هو فصحور وبالنسبة لوليداتي اللي بغيتوهم باش ميجيهم شو مياه حرش تقدروا تكتروا من كمية الشوفان اه كات ايكي اللي بغي وما تيجيش حرش بزاف وزد في ضروري ذاك اللوز اللي اللي كيكون مقرمش داك التقرمشة اللي كتكون لانه ضروري مزيان اللوز يكون خصنان يعني سلو يكون في شوية ديال المضغ يعني اخذنا نمضغو باش نزيان احتر للمعدة ديالنا صافي ان شاء الله غدا نتبع انا واحد نظام غذائي لابدو نشارك معاكم يعني كل نهار دكشي لغدا ناكل انا انا مغداش نحضر ان شاء الله لوليداتي لانهم في مرحلة المرهقة محتاجين يعني نياكلو مزيان وانا غدا يكون الطبخ ديالي مختلف انا هاد العجينة هادي تشاركتها معاكم تشاركتها معاكم فيديو السابق انا خليليكم رابط ديالها اسفل هاد الفيديو ان شاء الله عجينة البطاطا اللي متعددة الاستعمالات يعني ممكن تحضروا بها احت المملحات تحضروا بها اللي بغيتو يلا حضرتوا بها المملحات تنقصوا من كمية الماء يعني ما تدروش العجينة تكون جارية بزف اه يعني تحضروا بها بطبوط بيتزات يعني اللي بغيتو لان هادك بطاطا كتلعب دور الزبدة يعني زيب حلي جبتو الزبدة انا غدا نوجدوا واحد البطبوط اه اللي غدا نشحروا هاد البصيلة هادي هاد الحشوة ديالو كيف قلت لكم استعملت يعني عجينة البطاطا باش غدا نستعمل هاد باش نحضر هاد البطبوط هناك كيف شفتو شحرت البصل وغنزيد عليه هنا يا تقريبا عندي شي تقريبا شي 600 جرام ديال شريحة مهم كتبقى على حسم تماخذ غيشي شوية على حسم غيباش تدوقو اه الى عجبتكم بالحشوة ممكن يعني تكترو دائما المرة اللولى من يلا تحضروا شي حاجة ما تحضروا بكمية كبيرة انا هاد الكيمية كبيرة حطرتها لانك يعجبهم بزاف هاد هاد البطبوط هادا فيتشاركتو معاكم غيانا دابو اللي كان نزيد فيه شوية ديال الزيبيس يعني كيف شفتو انا زيت فيه دابا معلقة ديال التومة زيتلي معلقة كبيرة ديال المعدنوس وشوية ديال الملحة والبصيلة اللي شحرت مع زيت الزيتون وهنا التوابي اللي زيت زيت شوية ديال بسيبسة وشوية ديال القعقلة وشوية ديال البزار البيض سافيغ رجع كل شي يتشحر باش يشربوا ذلك التوابيل مزيان يعني كتجي من السماء هاد الحشوة هادي ممكن زيدوا لها الكفتة لكن توكت يعني كتت تواتى معها موهم وخاف طرحا انا ما متبعش بزاف بنات اللي متبعي المتجانسات يعني الحويج اللي كتجانس ولا لا هاد شي كنت تبعتوش حال هادي ولكن دابا حبست لان كل واحده الجسم دياله يعني داك شي كيبقى غير طيوري يعني كل واحد يحاول يشوف الجسم دياله كيفاش كي موهم كيف شفتو راني زيت الزيتون زيت عفوا نعم الزيتون الاسود لانا كيت تواتى مزيان مع شريحة جربو غيخوضوا واحد شريحة غسلوها حلوها قلبوها من الداخل وزيدو لها واحد الزيتون تكون زوينة يعني كون زيتون زوين الزيتون الاسود وضوقو شوفو الى عجبكم استعملوه كحشوة يعني ممكن استعملوه مغي مع بعضياتهم جوج ما تزيدو لهم حتى شي حاجة غير زيت سيتون فقط وغدا تشوفو يعني المضاق ديالو كي يجي زوين بزاف ما تشبعوش منو انا والدي صغير انا صعيب صعيب بزاف ولكينادي ما فيها الحلوه عجباتو هاد الحشوه هادي صعيب يعني اللوقو ديالو ضوقة ديالو شوية صعيب ما كتعجبوش اي حاجة صعفي هنا كيف شوفتو راني عمرت يعني البطيبات ديالي صغيرين كاملين كشفتو راني حضات كيمياء كثيرة جلديد بزاف وكدهنوه بزيت الزيتون ملي كتبوه تقدموه تمنى ان شاء الله تجربو هاد الحشوه وتنى الاعجاب ديالكم و الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة